نبدأ ساعتنا الأولى من الحرة الليلة بملف الحوثيين حيث قال الجيش الأمريكي أنه ضرب فجر السبت موقع آخر يسيطر عليه الحوثيون في اليمن بعد يوم من شن الولايات المتحدة وبريطانيا عند تغارات جوية استهدفت الحوثيين وسط مخاوف من تداعيات تهديداتهم على حرية الملاحات الدولية في المقابل توعد الحوثيون برد حاسم وقوي وقالوا إن الضربة الجديدة لم تسفر عن خسائر بشرية أو مادية ضربات أمريكية جديدة استهدفت موقعا للحوثيين في اليمن القيادة المركزية الأمريكية ذكرت أن العملية طالت موقع رادار للحوثيين في وقت مبكر من يوم السبت بالتوقيت المحل لصنعاء ونفذتها حاملة الطائرات الأمريكية USS Carney باستخدام صواريخ توماهوك للهجوم الأرضي Land Attack من جهتهم قال الحوثيون إن الضربات استهدفت قاعدة الديلم الجوية المحاذية لمطار صنعاء الدولي وتعهدوا بأن قواتهم سترد على الهجوم غارات أمريكية جاءت بعد إطلاق الحوثيين صاروخا باليستيا مضادا للصفن ضمن هجمات سابقة على سفن يشتبهون في أنها مرتبطة بإسرائيل أو متجهة إلى موانئ إسرائيلية قرب مضيق باب المندب الاستراتيجي تضامنا مع قطاع غزة تحرك الحوثيين أثار مخاوف دولية بشأن سلامة حرية الملاحة الدولية وهددت على إثرها الولايات المتحدة بإمكانية القيام بعمل عسكري إضافي إذا استمر الحوثيون في شن هجمات بطائرات من دون طيار وصواريخ على السفن التجارية في البحر الأحمر وسط هذا التصعيد وصف الرئيس الأمريكي جو بايدن جماعة أنصار الله الحوثيين في اليمن بأنها تنظيم إرهابي وتواحد بالرد بإجراءات مباشرة أخرى عند الحاجة لضمان حرية الحركة للتجارة الدولية على الرغم من أن البيت الأبيض شدد على أنه يحاول تجنب التصعيد في المنطقة الدربات الجديدة أعقبت غارات أمريكية بريطانية الجمعة وأصابت أكثر من ستين هدفاً بينها منشآت للرادار والقيادة بالإضافة إلى مواقع تستخدم لتخزين وإطلاق الطائرات المسيرة والصواريخ كروز والباليستية وهي أسلحة أساسية استخدمها الحوثيون لاستهداف السفن التجارية في البحر الأحمر أعقال الرئيس الأمريكي جو بايدن أن واشنطن سلمت رسالة بشكل خاص إلى طهران بشأن حركة الحوثي المتحالفة معها والتي تشن هجمات على السفن التجارية في البحر الأحمر أضاف بايدن للصحفيين في البيت لابي قبيل مغادرته إلى المنتجع الرئاسي في كامب ديفيد بأن الرسالة سلمت بشكل خاص وبأن الولايات المتحدة واثقة من أنها مستعدة جيدا وكان الجيش الأمريكي قد وجه ضربة جديدة اليوم استهدفت موقع آخر يسيطر عليه الحوثيون في اليمن منذ شهر أكتوبر الماضي تحول البحر الأحمر إلى مسرح لأحداث متصاعدة مرتبطة بالحرب الدائرة في قطاع غزة مع إعلان الحوثيين في اليمن دعم القطاع عسكريا ودخول الولايات المتحدة على خط التصدي لهذا الإعلان فما هي أبرز الأحداث التي تلت ذلك التاريخ؟ الدليل الأول على جدية الأحداث في تلك المنطقة هو إعلان البحرية الأمريكية وصول المدمرة يو اس اس كارني إلى البحر الأحمر في الثامن عشر من أكتوبر وتصديها بعد ساعات فقط لأربعة صواريخ كروز وخمس عشرة مسيرة أطلقت من اليمن في الثامن من نوفمبر أعلن الحوثيون إسقاط مسيرة أمريكية من طراز أم كيو تسعة في مواجهة هي الأولى من نوعها بينهم وبين القوات الأمريكية وهو ما أكده البنتاجون في وقت لاحق ذات اليوم بعد هذا التاريخ انطلقت سلسلة هجمات نفذها الحوثيون ضد سفينة ادعوا أنها إسرائيلية أو متجهة إلى إسرائيل الأمر الذي أوصل حركة التجارة العالمية إلى حالة من الشلل نتيجة عزوف شركات الشحن عن الإبحار في الممر المائي الحيوي هذا الواقع قاد في التاسع عشر من ديسمبر إلى الإعلان عن تشكيل تحالف دولي متعدد الجنسيات تحت تسمي تحالف حارس الازدهار لحماية التجارة في البحر الأحمر الإعلان عن تشكيل التحالف لم يرضع الحوثيين على الاستمرار في مهاجمة السفن التجارية وتلك الحربية في البحر الأحمر الأمر الذي دفع 12 دولة بقيادة الولايات المتحدة إلى تحذير الحوثيين في الثالث مليناير من مسؤولية العواقب ومغبتها إذا استمروا في تهديد الأرواح والاقتصاد العالمي والتدفق الحر للتجارة في الممرات المائية الحيوية في المنطقة عند هذه النقطة دعا مجلس الأمن في 11 يناير إلى وقف فوري لهجمات الحوثيين وطالب كافة الدول باحترام حظر الأسلحة المفروض على الحوثيين بعد ساعات من تبني المجلس لهذا القرار الدولي أعلنت الولايات المتحدة استهداف مواقع للحوثيين داخل اليمن بالتنسيق مع بريطانيا وبدعم غربي بأكثر من مئة صاروخ توماهوك لإضعاف قدرتهم على مواصلة هجماتهم غير القانونية والمتهورة على السفن في البحر الأحمر ولنقاش هذا الموضوع نضمن لنا من واشنطن الديبلوماسي الأمريكي السابق ريتشارد شمايرر ومن مسقط الأكاديمي والمحلل السياسي محمد بن عوض المشيخي ومن طهران البحث السياسي حكم أمهز مرحبا بكم جميعا ضيوف الأكاديم أبدأ معك سيد شمايرر هل برأيك الضربات الأمريكية البريطانية وحدها الآن كافية لتحييد هذا الخطر؟ نعم من المهم أن نشير أن المقاربة الأمريكية الأولى لمنع توسع حربي غزة كان بمحاولة ردع كل فارق أو دولة تريد أن تدخل الصراع بما فيه الميليشيات المدعومة من إيران في العراق وكذلك حزب الله في لبنان والحوثيين في اليمن لذلك في نهاية المطاف مع تعثر الردع اضطرت أمريكا للقيام باستهدافات عسكرية لمنعهم من الاستمرار بهجماتهم سنرى إن كان ذلك ناجعا ولكن هذه هي المقاربة الجديدة سيد المشيخي برأيك هل كان هناك من سبيل لتحييد خطر تهديد الملاحة في البحر الأحمر دون التدخل عسكريا وخاصة أنت في مسقط ومسقط فتحت قنوات مع الحوثيين من قبل وربما هي أدرى بشعاب التفاهم معهم نعم لا شك في ذلك في حالة لو ذهبنا إلى الشروط التي أعلن عنتها اليمن مثلة في أنصار الله لكان شرطهم الأساسي واضح وشرعي ومقبول على الأقل من معظم الدول العالم هناك 153 دولة طالبت بوقف طلاق النار وفتح الممرات للفلسطينيين في قطاع غزة وكان الأقدر بأمريكا ووزير خارجية الأمريكية الذي زار المنطقة خمس مرات يحل المشكلة هناك في غزة بفتح الممرات والسماح لهذا العدد الكبير من الملايين الذين يتعرضون للإبادة الجماعية بحل هذه المشكلة أولاً لأن أنصار الله عندما رفعوا هذا الشعار كان شعار مقبول من كل العرب بالمناسبة وهو ينخاذ شعب بكامله يتعرض للإبادة الجماعية وهذا الشرط مقبول وبالمناسبة الباب المندب ليس لأول مرة يتعرض لمثل هكذا موقف نتذكر في عام 1973 عندما أيضاً تدخلت مصر في ذلك الوقت وبالتعاون مع اليمن الجنوبي والشمالي في ذلك الوقت بتسكير المضيق هذا ويقلاقوها أمام الملاحة والسفن الإسرائيلية في ذلك الوقت لمنع البترول الإيراني في عهد الشاه من الوصول إلى دولة إسرائيل في ذلك الوقت وبالتالي الحل واضح جداً وممكن ولكن في واقع الأمر وأيضاً أريد أن أعلق على نقطة في منتهى الهمية دعني فقط قبل أن تشعر في النقاط لأن من بين القنوات أيضاً ما سقط التي لديها علاقة مع إسرائيل فلماذا يكون للحوثيين هذا الهامش في أن يهددوا الملاحة الدولية وهم ليسوا سلطة معترف بها دولياً في حين أن قنوات أقصر بالنسبة للدول العربية هذا فقط الإشارة للدول العربية سأعود إليك سيد المشيخي لا أريد أن واضح لك المسقط ما عندها أي علاقة على الإطلاق ومقفها واضح وبالمناسبة المسقط عدانة العمليات التي قامت بها بريطانيا وأمريكا باللمس سأعود إليك سيد المشيخي دعني أسأل سيد حكم المواجهة مع الحوثيين لكن الرسالة لإيران إيران من بيدها أن تضغط عليهم إيران من بيدها وإيران لها تاريخ أيضاً في استخدام المضائق والقنوات البحرية والسبل البحرية كورقة ضغط على المجتمع الدولي هل برأيك استلمت إيران الرسالة الخاصة من واشنطن وسيعمل بمقتضاها أو يمكن أن يوصل بناء عليها إلى أفق جديد وطريقة إيرانية جديدة حياتك سيد محمد بطبيعة الحال هذه ليست الرسالة الأولى التي تصل إلى إيران وتحديداً عن طريق الإخوة في عمان أو عن طريق الإخوة في قطر لكن بطبيعة الحال وأنا أتحدث هنا عن معلومات أن عندما وصلت الرسالة الأولى منذ أن بدأت القوات اليمنية بمواجهة السفن الإسرائيلية أو تلك المتوجهة إلى الكيان الإسرائيلي كان الموقف الإيراني واضح نحن لا نفاوض عن حلفائنا ولا نضغط عليهم هم يختارون الأنسب ونحن ندعم في إطار ما نراه مناسباً أيضاً لأن الجمهورية الإسلامية الإيرانية تشيد بما قام به اليمنيون في إطار دعم الشعب الفلسطيني وأيضاً تشيد بعملية طفان الأقصى ولكن هي بطبيعة حال لم تشارك فيها لكن أن تحمل المسؤولية لإيران في هذا الإطار لا يمكن أن نقول أن إيران هي من تتحمل المسؤولية هناك سبب يعني أنت تريد أن تعالج السبب أو تعالج النتيجة إذا كنت تريد أن تعالج النتيجة فأنت ستخلق لك نتيجة السبب يعني أعداد كبيرة جداً من المشاكل فهذه المشكلة مشكلة البحر الأحمر هي نتيجة لسبب هذا السبب هو العدوان على الشعب الفلسطيني والإبادة الجماعية التي تحصل طيب إذا كانت الولايات المتحدة الأمريكية تريد حل المشكلة هي ليست بحاجة لأن تذهب إلى البحر الأحمر وتعسكره بحيث أنه إذا كانت مع عمليات القوات اليمنية تمر السفن الأخرى غير الإسرائيلية أو المتوجهة إلى إسرائيل الآن تعسكر البحر الأحمر وتوقفت عملية الحركة الملاحية بشكل كامل فيه فلذلك معالجة السبب تكون بالتالي أنه إذا كانت الولايات المتحدة الأمريكية جادة في حل المشكلة عليها أن توقف العدوان لأن المشكلة لم تعد فقط في اليمن هذه المشكلة يجب أن نلتفت إليها الآن تحول الأنظار إلى البحر الأحمر ولكن الآن الإشكالية الكبيرة أن هناك جبهات مفتوحة والكرة لأن تكون هناك حرب واسعة تتدحرج والأكثر من ذلك أن الولايات المتحدة الأمريكية تؤكد أنها لا تريد توسيع نتاق الحرب ولكن عمليا على الأرض الموقف الأمريكي لا يعكس هذه التصريحات بمعنى أنه عندما تذهب الولايات المتحدة الأمريكية إلى اليمن والبحر الأحمر وتتخذ مواقف وتواجه اليمن يعني عمليا هي تجر المنطقة إلى مشكلة أخرى عندما تعطي الضوء الأخضر للإسرائيلي بأن يقوم بعمليات اغتيال بلبنان وبالسوريا وتفجيرات مثلا بإيران قابت بها داعش تحت أي عنوان من عنوين هذا العمل يشير إلى أن هناك عدم عملية ضبط من قبل الولايات المتحدة الأمريكية لما يحصل في الأرض فلذلك إذا كانت هناك من معالجة لا تحتاج أمريكا ولا حلفائها إلى أن يعسكروا لا البحر الأحمر ولا غير البحر الأحمر يمكن أن يوقف العدوان على هذا ويوقف هذه المدى الجماعية وكل هذه الجماعات تتوقف وتحل المشيكل كلها في ذلك هل سيد شوارر للولايات المتحدة حد أقصى في عمليات العمليات العسكرية في البحر الأحمر الآن وهل في حساباتها هي وبريطانيا نوع من خلق حسابات الموازنة أيهما أسهل الضغط في اتجاه يعني معالجة السبب على الأقل لخلق ظروف ممكنة للتهدئة حتى لا تنفلت المنطقة أقصد مسألة العملية العسكرية الإسرائيلية في غزة أم المبدأ مطلق في تحييض الخطر لأن هذا الخطر قد يقع بسبب غزة وقد يقع بأسباب أخرى أعتقد أن هناك تحديين أولا لا بد من محاولة وضع حد لكل عمل عسكري من كل لاعب في المنطقة وفي الوقت ذاته علينا أن نحاول وقف الحرب في غزة والعودة إلى اتفاق في نهاية المضاف يؤدي إلى دولة فلسطينية وتوافق عليه الدول العربية ولكن قبل الوصول إلى ذلك من المهم لأمريكا والمنطقة أن تكون هناك حرية للملاحة في البحر الأحمر وأن يتراجع الحوثيين عن جهودهم لعرقلة الملاحة الحرة على كل الفرقاء في المنطقة أن يتوقفوا عن استهداف المصالح الأمريكية أو الغربية أو غيرها في المنطقة نحن نحاول أن نردع هكذا تصرفات رغم أننا نريد أن نعمل مع كل اللاعبين في المنطقة لإنهاء الحرب في غزة وإيجاد حل النهائي للأزمة الفلسطينية لكن في عملية الحساب أو في الحسابات الأمريكية هل هناك حد أقصى للتصرف العسكري في موازات التصرف السياسي حتى يتحقق هدف أن لا تنفلت الأمور أعتقد أن أمريكا تتخذ الحد الأدنى من القرارات المتعلقة بعمليات عسكرية أمريكا تريد أن تقنع الحوثيين وكل فريق آخر يريد توسيع الحرب أن لا يفعل ذلك سنرى ردة فعل الحوثيين إن استمر الحوثيون في ضرباتهم العسكرية ضد السفن في البحر الأحمر فعندها أعتقد أن أمريكا ستستمر في جهودها للقول للحوثيين إننا سنرد على هذه الهجمات نتمنى أن يتوقف الحوثيين عن هجماتهم وعندها تتوقف أمريكا عن مهاجمتهم سيد المشيخي في الإشارة إلى التنسيق الإقليمي مع الولايات المتحدة معالجة أو النظر إلى ما قام به الحوثيون واليمن حالة خاصة حالة اقتتال فيها طرفان ليست وضعيتها محسومة موقف عربي تعلم مع من أو يتعامل مع من على أساس أنه شرعية فبأي شكل يمكن أن يتم تعاطي مع الحوثيين وإن وافق تصرفهم الآن هوى بعض الأنظمة في العالم العربي لكنه بطبيعة الحال مقلق حتى على جوار اليمن القضية ليس الأنظمة العربية الأنظمة العربية هي أقرب للأمريكا والبريطانيا لكن اليوم نتكلم عن العرب من المحيط إلى الخليج موقفهم واحد وكل عربي اليوم يشعر باستبزاز هذه الدولتين الولايات المتحدة الأمريكية التي زودت بالسلحة ووقفت الحرب يعني نزيف الدم الموجود يعني نتكلم اليوم عن ما يقارب 24 ألف ضحية شهداء ووقفت يعني بما يعرف بالنقضة الفيتو ضد الجماع العالم بوقف الحرب في قطاع غزة وكان عمل حقيقة استبزازي أيضا ما قامت فيه المملكة المتحدة بريطانيا بطائرات استطلاعية للمحاولة التضييق على المقاومة في غزة بل والاستهداف المعلومات التي جمعت من الطائرات البريطانية التي تجسس على قطاع غزة أيضا هذا يجعل الشارع العربي يشعر بمرارة هذه الدول التي في واقع المصائبنا كلها وراء هذه الدولتين طوال العقود بريطانيا التي زرعت إسرائيل في قلب الوطن العربي والكل عرب وأمريكا هي التي تحميها من العقاب على الدوام وبالتالي عندما قام انصار الله بهذا العمل الشارع العربي شعر بأن هذا الموقف هو موقف فعلا يجيب أن يكون ولأنه فيه تقصير من الحكومات العربية بالمناسبة وموقف السلطنة على سبيل المثال يعني موقف دائما له يعني السلطنة علاقاتها معروفة مع بريطانيا ومع أمريكا يعني أيضا هي تلعب دور الدور الإقليمي كما تفضلت المحاولة تقريب وجهات النظر سواء مع الحوثيين والأخوة اليمنين أو حتى مع المستوى الإقليمي بين إيران وأيضا الدول الخليج بشكل عام وبالتالي عندما أنفلتت الأمور في غزة وتعرض الشعب الفلسطيني للإبادة وكنا تابعنا لأيام باللمس كيف أيضا أتت جنوب أفريقيا ورفعت قضية الإبادة الجماعية ضد إسرائيل التي ليس هي الوحدها في وقع الأمر أمريكا هي من خلف إسرائيل وكذلك بريطانيا يعني وبالتالي نحن نتكلم عن استهداف في عتقادي استهداف لا يمكن يحل المشكلة بي حال الأحوار وحل المشكلة كان واضح جدا جدا هو بيوقف الإبادة الجماعية في غزة وأيضا فتح ممرات للدوية والمياه يعني لهذا الشعب الذي يتعرض للإبادة الجماعية طوال هذا الفترة أكثر من مئة يوم وبالتالي بالمناسبة أمريكا أريد أن وضح لك نقطة قادة حروب فاشلة جدا والذات عندما تكون مع مقاومة مثل الأنصار الله حربها في أفغانستان استمر عشرين سنة بلا نتيجة علم الشعب الأفغاني كان شعب أعزل وظروفه كانت صعبة جدا أيضا في العراق عندما بابادت العراق ورقعاته للقلون الوسطى بعمليات أيضا كانت فاشلة اليوم هي مجبرة تخرج من العراق دعني أعود إلى سيد شمايرر قبل أن أنتقل إلى ضيفي من طهران سيد شمايرر هل برأيك من الممكن أن يطوى ملف التوتر بالمعالجة العسكرية وحدها لأن ضيفي قبل قليل من طهران كان يشير إلى أن هذه الآن الرسالة التي يتحدث عن الرئيس بايدن ليست أول رسالة توجه إلى طهران من الولايات المتحدة عبر أطراف ثالثة ويعني لدى طهران سياسة واضحة ومبدأ واضح في بناء تصورها ورأيها حول ما يجري الآن في المنطقة من الواضح أن إيران لا تريد الآن مواجهة مباشرة لا مع الدول العربية ولا مع أمريكا وهو أمر إيجابي ولكن للأسف بعض وكلاء إيران في المنطقة يرون من مصلحتهم أن يساعدوا أو يشاركوا بالمجهود المعادي لإسرائيل ولكن المنطقة برمتها اليوم خاصة بعد زيارة الوزير بلينكن باتت تدرك أنه لا بد من بزل مجهود على مستوى المنطقة لإنهاء الحرب في غزة وإنهاء تهديد حماس لإسرائيل والتوجه نحو عملية تؤدي إلى إنشاء دولة فلسطينية هذا هو الحل الوحيد على المدى الطويل وأعتقد أن المنطقة توافق على هذه المقاربة سيد أمهز هل توافق إيران على هذه المقاربة على الأقل في سبيل عدم التوتير لأنه اليوم يستهدف حلفاؤها وهي تقول من بعيد نحن نتفق معهم لكن نحن لسنا من نملي عليهم مع الكثير من الاستفامات حول ذلك لكنها غدا قد تكون في المواجهة تكون مضطرة للمواجهة شوف أستاذ محمد أنا أنطلق من حيث انتهى السيد ريتشارد يعني في موضوع لنفرض لنفرض أنا أقول لك أولا أن الرسالة الأخيرة التي وصلت إلى الجمهورية الإسلامية الإيرانية غير الرسال السابقة تقول أنه تطرح اقتراحا لحل الأزمة بشكل عام وكامل وشامل في منطقة الشرق الأوسط تحديدا في منطقة غرب آسيا يعني في الدول العربية طيب هذا المقترح أو هذه الرسالة طيب على أي أساس تريد أن تحل المشكلة أهم شيء في هذا الموضوع وهو ما تعلن أن الولايات المتحدة الأمريكية أنها تؤيده هو حل الدولتين جيد طيب حل الدولتين أصلا الإسرائيليين لا يقبلون به حتى أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية في مواقفها المعلنة هي تتحدث عن خيارين فيما يتعلق بحل الأزمة الفلسطينية والقضية الفلسطينية الحل الأول هو أن يكون هناك استفتاء للسكان الأصليين على مصير الدولة الدولة الفلسطينية والحل الثاني هو المقاومة طيب إذا كان هناك من حل سياسي جيد وبالأمس كان هناك موقف لقائد الثورة قال فيه أنه نحن لا نريد أن نلقي التهمات كما يقولون لا نريد أن نلقي اليهود في البحر وهذا موقف إيراني سابق بطبيعة الحال على كل الإيرانيون لديهم موقف حتى أن حماس في العام 2017 هي أصدرت وثيقة جديدة حول أنها تقبل بحدود الـ 67 دون الاعتراض بإسرائيل وأيضا شاهدنا بن يامين نتنياهو من على شاشة التلفزيون وهو يمزق هذه الوثيقة ويرمي بها بسلة المهملات يعني حتى الآن التصريحات الإسرائيلية لا تقبل بحل الدولتين طيب على أي أساس يكون هناك حل في المنطقة هذا الأمر الأول الأمر الثاني أنه كل أو في لبنان أو في فلسطين أو في سوريا أو في اليمن كلها مرتبطة بقضية الإبادة الجماعية التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني طيب الحل موجود لماذا تذهب الولايات المتحدة الأمريكية إلى معالجة النتائج التي ستحدث بعدها نتائج أيضا يعني من قال أن هذه الجبهات التي فتحت الآن هي فقط ستبقى مفتوحة ولن تفتح جبهات أخرى النقطة الثالثة أنه إذا تدعرجت الأمور الآن أنا بتقديري أن منسوب أن يكون هناك حرب إقليمية وتوسع في الحرب بدأ يكبر بشكل كبير جدا وبالتالي لا أعتقد أن طرفا في المنطقة لن يجد نفسه بشكل مباشر أو غير مباشر موجود في هذه المواجهة وفي هذه المعركة لماذا؟ لأن المعركة لن تكون فقط إقليمية أستاذ محمد لأن المعركة لم تعد إقليمية المعركة أصبحت على مستوى قطبي ما بين أمريكا وروسيا والصين يعني بمعنى شهدنا نحن ما يجرى في مجلس الأمن بالأمس وبالتالي هذه المنطقة منطقة الشرق الأوسط منطقة حساسة جدا لكل الأطراف المعنية في العالم وبالتالي لن يقبل أحد بأن يهدد وجوده فيها فلذلك لابد أن يكون تسوية تسوية كبيرة ولكن ليس على حساب هذا الطرف أو على حساب هذا الطرف بالنسبة إلى الولايات المتحدة الأمريكية لكن الحل يبقى أنا بتقديري بيد الولايات المتحدة الأمريكية هي صاحبة القرار والفصل في هذا الأمر إما أن تشعل المنطقة أختم ثانية أختم ثانية فقط إذا سرحت لي اسم محمد سريعا ثانية ثمانية فقط أن الحرب مع اليمن تاريخ اليمن معروف لم يدخل أحد إلى اليمن وخرج منتصرا إلا مهزوما وبالتالي هم أصحاب الأرض وعلى السواحل البحر هذا الذي تقوم به الولايات المتحدة الأمريكية لن يؤدي إلى نتائج بلس يؤدي إلى نتائج عكسية لن يؤدي إلى نتائج إيجابية أبدا سريعا سيد شميرر لماذا تتصدر الولايات المتحدة في حين أن مصالح نصف دول العالم لم يكن الثلثين مرتبطة بهذه الممرات المائية وشكلت تحالف حارس الازدهار في الواقع ويفترض فيه أكثر من دولة وحدها واشنطن ولندن هي من تنفذ هذه العمليات العسكرية الآخرون حتى الحوثيون يقولون الدول الأخرى بما فيها كندا والسراليا أكدوا لنا أنهم مشاركون بالاسم فقط أمريكا تعلق همية كبيرة لأمن الملاحة لا بد من أن تكون هناك حرية ملاحة وكل ما كان هناك تهديد للملاحة أمريكا وبعض شركة على استعداد لتأمين حرية الملاحة هذا ما رأيناه في البحر الأحمر ولكن مجددا أمريكا لا تريد أن تحارب الحوثيين أمريكا تريد فقط من الحوثيين أن يتوقفوا عن استهداف السفن في البحر الأحمر ولو فعل الحوثيون ذلك سيتراجع الصراع ولن نرى عمليات عسكرية ريتشارد شمايرل من واشنطن محمد بن عوض المشيخي من بسقط وحكم أمهز من طهران شكرا جزيلا لكم شكرا جزيلا لكم